مرحبا حضراتكم في آخر الفقرة والفقرة التبية وخلينا نتكلم كده ونخش في الموضوع على طول احنا كل شوية لأسف الشديد في الفترة اللي احنا فيها بيظهر فيروس جديد وده أكيد بيسبب زعر ليه كل العيلة وكل الأشخاص طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله ازاي ان احنا نخلي بالنا ازاي ان هنقوي المناعة عندنا يعني ازاي ما بتقال كده تاني وحنبدل مع الشعار ده الوقاية خير من العلاج دي حقيقة على فكرة مش مجرد شعارات خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونستفيد منك من المعلومات مع دكتور دينا ابو السعود منجور جدا منجور يا امر صباح الخير يا حبيب وملف مهم وكل مرة بقول ملف مهم لان فعلا بيبقى متناسب جدا او بيعكس الواقع اللي احنا عايشين فيه كلامنا عن موضوع الفيروسات المختلفة ومش حالفة قريب معرش الخبر ده كمان حقيقي ولا لا سمعنا ان فيه متحور جديد نازل لنا ان شاء الله في الاسواق قريب مما لا شك فيه النهاية اللي احنا عايزين نقولها او الكونكلوجين لازم لازم الواحد يقوي جهاز المناعة لأي يعني عشان نقدر نواجه اي حاجة حتقابلنا نبدأ ازاي بإرشادات قبل ما نخش على ايه اللي ممكن يساعدنا يعني عايزين نسمع منك ايه نعمله ازاي المالي قادم ممكن ان هو يحاول يساعد نفسه من اللايف ستايل بتاعه ان يقوي جهاز المناعة عنده يساعد نفسه ان هو اولا ينام فترات كويسة جدا وينام بالليل ما ينامشي الصبح يأكل اكل فيه فيتامينات يأكل اكل صحي يمتنى عن السكريات المصنعة الكتيرة يعني معدل السكر يبقى قليل جدا في اليوم ده مهم قوي لان السكر لو عالي انا كده دمرت جهاز المناعي الضغط العصبي برضو برجع اقول بيضمر جهاز المناعي عشان الكورتزول لما بيعلق بيضمر جهاز المناعي التدخين بيدمر جهاز المناعي عدم الرياضة الرياضة مهمة قوي والنشاط مهم انت عندك طاقة عندك مناعة قوية ونشرب ماية كويس قوي ولا اكثار في المسكنات المسكنات تتاخد عند لزوم زي رشدة الدكتور ما بيقول مش انا تعبانة انا حاسة بقلم وانا مش حاسة بقلم باخد مسكنات للحقيقة وموضوع كمان المضادات الحيوية برضو مش قطرتها كتير جدا 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 ده بيعمل مشاكل كبيرة في الجهاز المناعي ده اللايف ستايل بتاعي بقى ناكل كويس ونمتنع عن السكريات نمتنع عن التدخين نشرب مية ننام كويس ونخلي بالنا من المسكنات تتاخد عند اللزوم والمضادات الحيوية تتاخد عند اللزوم واركز في جهاز الهضمي يعني جهاز الهضمي تمام منعتي كويس قوي جهاز الهضمي معدتي فيها مشكلة قمعي فيها مشكلة لازم أجري على الدكتورة عشان أعالج بسرعة قبل ما يحصل لي مشكلة كبيرة ده مهم برضو دايما بتأكد في كل مرة على الشق النفسي والعامل النفسي قد إيه لتأثير كبير جدا على جسمنا يعني بجدل هذه الدرجة الحالة النفسية ممكن أن هي تؤثر على البني آدم من الدرجة أن هي تفقد جهاز المناعة يعني فكرة عمله بشكل جيد طبعا الشق النفسي من أهم الحاجات من أهم الحاجات العلاجية لازم تدعمي نفسيتك طول الوقت على فكرة لأن الضغط النفسي والمشاكل النفسية بتقلب على فكرة أمراض سكر ما منسمع إيه ده جلك سكر أنت قد متعصم بعض الشر ساعات سرطانات بتيجي مع الزعل فبليز نحاول أنا كل مرة لازم أقول الشق النفسي لأن الشق النفسي عامل أساسي لحياة سليمة وحياة جيدة بدون أي معاناة كويس قوي طب في ناس اللايفستايل بتاعها أصلا غير صحي بمعنى مش بس أن هي ما بتمرس رياضة أو حتى ما بتاكلش أكل صحي لا هي حياتها أصلا يعني سيئة أو سلبية لا تهتمل صحي طب في ناس كتير كده أي حاجة ممكن أن هي تعملها ما فيش تفكير أبدا في الصحة الناس دي بتنصحيهم بإيه أنا بنصحهم زي ما أنا عملت والله أنا هواندي يعني أنا يمكن من خمس ست سنين كان برضو قصة أني لم أكنش بقى أكل صحي خالص بأخذ سكرات كتيرة جدا في اليوم أولا جالي حالفة مبدأ لو أصيبها على الله وخلاص من غير وعي تماما يعني أنا أي حد بيشوفني اللوقتي وكانش أعرفني من خمس سنين بقولي أنت تغيرتي تماما بقى نشاطي أحسن لما غيرت اللايفستايل لأن كمية سكر وكمية أكل مش صحي ده بيضمر جهاز المناعي وبيضمر شكلك على فكرة يعني لو أخذت بالك اللي بيكب بنت الست اللي بتاكر سكرات كتير طول الوقت تلاقي وشها مش حلوة ووشها مطفي هالات سوداء كل الحاجات دي بتيجي فلازم نأكل أكل صحي طب الأكل الصحي إيه يعني على طول بقول لازم يبقى تلتين أكل صلطة بكل الألوان يعني فلفل الألوان والجزر والخص والبقدونس والخيار كل الحاجات دي فيها فيتامينات كويسة قوي والباقي الأكل يبقى بروتين وكربوهيدريت ودهون صحية يعني أنا مع دونس حيزيد الزيتون هايل رائع كدعم للأوميجا ودعم لصحة المخ والصحة النفسية كمان طيب لو تكلمنا عن هنا فكرة أن أنا دلوقتي قدامي يعني طفل صغير من سن مثلا نتكلم عشر سنين وأنا ببتدي أن أنا أهيأ هذا الطفل أنه هو يبقى شخص سليم صحيا وجسديا ونفسيا لسن مثلا 80 سنة معلش هنروح زي روشيتة أو برسكريبشن كده تنصح بإيه هذا الشخص اللي هو صغير في السن أنه هو يمارس إيه في حياته من عادات ولايف ستايل وغيره لغاية لما أنا أوصل لأنه إحنا زي ما بنقول الصحة متراكمة يعني سلوكك سيء هتكمل معاك صحة سيئة جدا سلوكك من البداية كويس هتلاقي حياتك ماشية بشكل أفضل فناخد السن الصغير حتى للأمهات اللي بتسمعنا إزاي ممكن تخلي بالها من ولادها تبني صحة سليمة على المدى الطويل مهمة قوي قوي لأن أي حد لما بيكبر عنده مشكلة في معدل الآيد والتمثيل الغذائي يقولك أنت كنت وانت صغير بتعمليه أيها نرجع للباجراؤد مهمة قوي في السن ده الأم اللي هي عامل كبير قوي أن هي يعني طول الوقت يأكل الأكل اللي هي بتعمله ما فيش حاجة اسمها جونك فود طول الوقت ما فيش حاجة اسمها تشوكليت 24 ساعة طول الوقت كل الحاجات دي على اللونغ ترن بتأثر جدا مهم أنه يلعب رياضة على طوبة أقول لأي أم عندك بنت عندك ولد عندهم طاقة الطاقة لازم تطلع فلعبيهم رياضة معينة سباحة خيل كورة تانس سكواش عندك لعبات كتير ما تخليش الطفل في الوقت ده قاعد في البيت عنده مذاكرته عنده أكله الصحي اللي انت بتعمليه عنده نزوله معاكي وعنده الرياضة بتاعته ده مهم عشان لازم اليوم كله يبقى ورا حاجات ما تخليه في السنة ده قاعد مش ورا حاجة ويبعدوا عن الحاجات اللي بتتلاعب دي يا نعوان للجيمز نبعد عن الآيباد لأن ده والله يبقى ممكن يعني بتحس ان الطفل عنده توحد ما عندهش أصلا سيلف ما عندهش كومينيكيشن مع الناس طول وقت قاعد عامل كده لأ ده كمان يقف خالص المفروض طبعا قالب مولتي فيت هيبقى مناسب لو بعد السن ده شوية من سنة 14 سنة برضو قادر أقول لها لما يوصل 13-14 مع الأكل تدعم له بقالب مولتي فيت هايل جدا طيب لما ييجي برضو نتكلم عن مكمل غذائي وانتحديدا هنا قالب مولتي فيت الثقافة عندنا برضو الناس تقول لك أنا ما باخدش حاجة طالما أنا ماشي كويس حتى المكملات الغذائية لسه الثقافة عند الناس اللي هي مش محتاجينها فازاي نرد على الناس دي اللي بتتكلم أو فهمة ان المكمل الغذائي شيء مهارة فهية مالوش لازمة لا أقول لهم إيه لا أقول لهم الكلام ده خاطئ جدا إحنا يوميا محتاجين فيتامينات ومعادن ممكن إحنا ما منحسش بأعراض نقص فيتامينات ومعادن لكن لما منيجي نعمل تحليل نسبة الفيتامينز في الدم هيجي لنا شك يعني أنت عندك مثلا أكثر من 70% من ستات مصر عندها نقص فيتامين دال بيتامين دال مهم جدا للمناعة مهم للطاقة مهم للشعر مهم للبشرة مهم للحاجات مهم جدا عندك كتير جدا مننا عندهم نقص فيتامين بي بيتامين بي يعني بقول هو الداعم للتمثيل الغذائي الداعم لسرعة الأي الداعم للنشاط وعدم الخمول فطبعا لازم أقول لكل ست وكل راجل على فكرة مش بس الستات يوميا إحنا محتاجين فيتامينات ومعادن عشان أعرف أدعم طاقتي يمكن بتلاقي شباب دلوقتي بيصحوا الساعة يعني أول ما بيصحوا بيفطروا إيه أنا هدخل لنام تاني معقولة ما بيقاش عنده الطاقة طول الوقت بياكل لكن ما عندهش الفيتامينات اللي بتحول الأكل دال طاقة فلازم طبعا لازم أوعي كل الناس اللي بتفرج علينا أهم قد إيه الفيتامينات والمعادن مهمة يمكن كان فيه دكتور عالم كيميائي واخد جيزة نوبل لونس باولينج عمل دراسات على الفيتامينات والمعادن فالريسيرش بتاعه إن لو أي بني قدم توصل للمعدن الناقص حقيقة نفسه من مشاكل صحية كثيرة جدا ده كان البحث بتاعه هل تحليل بقى نعرفها ولا نعرفها ازاي؟ في تحليل طبعا تحليل كالسيوم تحليل فيتامين دال تحليل فيتامين بي كله موجود يمكن المغنيسيوم بس اللي بيبقى فيه مالوش في الدم لأن المغنيسيوم بيبقى طول وقت في العضلات لكن كل الفيتامينات موجودة وياريت نعمل تحليل ونعرف إيه المعدن وإيه الفيتامينا نقص عندي نروح لأسئلة المشاهدين نروح مع حضراتكم نبدأ بدنيا سامير بتقول أنا والديتي بتصوم اتنين وخميسة كنت عاوزة أعرف ممكن تاخد قلب مالتي فيت امتى في الصيام وهل ممكن يساعدها أو يقدم لها أصلا فوائد في فترة الصيام ولا لا؟ طبعا قلب مالتي فيت هيبقى مفيد جدا فترة الصيام الجرعة المناسبة في الصيام هيبقى بعد الصحور بنص ساعة بعد الصحور بنص ساعة ليه بقول دلوقتي بعد الصحور عشان لما أجي أصحى منهم ألاقي بتلاقي كتير عايزين ينزلوا ويروحوا شغلهم ووقت الصيام ولا في نس كافي يفوقنا ولا في كافي يفوقنا ولا في أكل ولا أي حاجة فعايز أصحى منهم أمارس نشاطاتي فالسيدة تقدر تاخدوا بعد الصحور هتلاقي نتيجة كويسة جدا لو هي ماشي على دواء معين من الأدوية بتاعتها ولا يتعرض مع أي دواء طيب منا سامي أنا بشتغل فترات طويلة جدا بطر أني أكل من بره ومؤخرا بقى أغلب أكلي من بره عارفة طبعا أنه ضرر كتير جدا بس هل ممكن لو أخدت فيتامينات تحل شوية محل الأكل الصحي دي نقطة مهمة جدا لأن احنا تكلمنا فيها قبل كده بس ممكن نتكلم باستفادة أكتر لأن فعلا في ناس بطبيعة شغلها هو ما يقدرش فعلا إحنا ممكن نطلع نقول كله أكل الصحي بس مش كل الناس ظروفها تسمح بدا يعني في ناس حتى الصبح ما بتقدرش ما عنداش إمكانية تاخد صلطة وتاخد حاجات مهمة معاها تفيدها في اليوم وفي ناس بتشتغل 12 ساعة فطبيعا هيجوع طبيعا هيبقى عايز الأكل سريع يعني دا عندك حق عندك حق أنا نفسي ساعد بعمل كده كثير يعني ما كنت في قناة وميتها مجوع جدت باتيه طيب دا باتيه دا كويس دا في ناس بتلجأ لحاجات تانية هل ممكن المكمل الغدائي هنا من التكلم عن قلب مالتي فيت تحديدا يعود الدنيا شوية؟ طبعا أكيد 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 قلب مالتي فيت يقدر يعود لأن فعلا بتلاقي كثير بيشتغلوا برة وكثير الصبح لا هاكل أي حاجة وأنزل لكن قلب مالتي فيت هيقدر يعود أنت بكابسولة واحدة بنقول صحيتك ليه في قلب مالتي فيت بكابسولة واحدة بتدعمي فيتامين سي بتدعمي الزينك بتدعمي الكلسان بتدعمي النحاس الفوليك أسد والبيوتين وكل مشتقات فيتامين بي اللي احنا محتاجينها انتيك يومي فأكيد قلب مالتي فيدي يقدر يدعم نقص الفيتامينات اللي مناخدها من الأكل خائز جدا مارين بتقول أنا عضم جسمي بقى بيوجعني من وقت للتاني بدون سبب واضح فكنت محتاجة أعرف ده سببه إيه بدون سبب واضح ممكن يكون عندها نقص في الكالسيوم ونقص في فيتامين دال اللي اتنين مع بعض اللي اتنين بيكملوا بعض زي من قلت الزينك مع كابر يبقى كالسيوم مع فيتامين دال فلو عندك تعمل التحليل لو عندها نقص طبعا برشح لها قلب مالتي فيت اللي داعم جدا للكالسيوم وبرجع أقول برضو انتي لازم برضو وقتها تستشيري الطبيب لأنه بيبقى فيه حاجات تانية مش بس يعني مشاكل في العظم مش بس نتجتها نقص الكالسيوم عندك التهاب الريموتويدي بيبقى مشاكل في المناعة محتاجة تستشيري طبيب عندك مشاكل تانية اليوريك أسد لوعيلي على فكرة اللي هو مرض النقرس حمد البول لوعيلي بيعمل التهاب في المباصل في المفاصل فممكن يعمل مشاكل فيه لكن لو عنديش مشاكل مرضية وقتها ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم وفيتامين دال أنا بس عايز أستأذن حضراتكو لما تبعثوا أي سؤال ياريت تكتبوا السن لأن برضو بتهايلي السن بيبقى فارق فأي حاجة بس أستأذنكو ابعتولنا سن حضراتكو كام نروح لكريم علي صباح الخير أفضل مستمر على ألب مالتي فيت مدة قد إيه ولو أفتوق بعد فترة من استخدامه ممكن يسبب أي أضرات جانبية طبعا أستمر على ألب مالتي فيت لايف ستايل التركيز عندي حلوة التركيز بسيطة ما بخافش من أي تركيز أنه يعلى إطلاقا لو أفتوق هيحصل لي نقص أصلا الفيتامينات أنا يوميا محتاجاها والفيتامينات اللي في ألب مالتي فيت ووتر سالبا اللي مش بتتخزن في الخلايا انت فاهم قصدي يعني لو فيتاميز بتتخزن لو أنا ما أخذتهاش في الأكل الخلايا بتطلح لكن الفيتامينات القابلة اللي الزوابان في الماء لازم انتك يوميا فما نصحش أن أنا وقف قلب مالتي فيت أصلا كويس جدا طيب لو هروح معاكي برضو لفكرة هنا المناعة والناس اللي عندها با دفولت يعني مش مناعة قوية فيه ناس أكسامها كده أكساتها كده حتى لما شفنا كوفيد فيه أكسام قدرت أنها تعزي الكورونا بسلاسة وفيه ناس تعبت جدا برضو نفرق بين ده وده ازاي وده يتعامل ازاي الشخص اللي با دفولت منعته قوية والناس اللي منعتها أضعف ننصحهم أزيد بإيه الناس اللي منعتها أضعف أنصحهم على طول بالفيتامينز لما حال بأن هنا نحن المتخزن في الموضوع دائم بالضبط أنت عندك البروتوكول بتاع وزارة الصحة المصرية بقول لك حتى عشان أعمل وقاية ومناخد التطعيم ومناخد فيتامين سي ومناخد زينك وانتي فيرول وانتي بواتيكس واتفر عشان أحاول أعدي من غير الأعراض القوية جدا وعلى فكرة هي كمان مش قصة كوفيد أنت عندك دلوتي بتسمعي عن الفطريات بتموت عشان نتيجة نقص المناعة الفطر الأسود وحاجات كده بتطلع الحاجات دي وكل حاجة فعلا لو أنا مناعتي مش قوية باخد أعراض مش حلوة يعني الأعراض بتبقى قوية علي فبنصح أي حد عنده مشاكل في المناعة دايريكت يلجأ مش مشاكل في المناعة مش برد مناعي لو حاسس أنه مثلا مناعته مش قوية يعني أنه كل شوية بيجي له برد وقت التشافي الأعراض عنده عالية شوية ياخد فيتامينز هذي بتبقى وراثة يعني فكرة أننا ممكن أورث حد أو أورث من حد نقص المناعة أو لما أقول بني آدم يعني هي صفاته هو لايفستايل بيبقى قوي لايفستايل يعني الأكل برضو بيقلل المناعة السكريات زي ما نقول لايفستايل عدم الحركة النوم اللي مش صحي كل الحاجات بتأدي أكيد إلى نقص المناعة من غير ما أنا حتى أحسي طيب خليني برضو أروح معاك لأكلات وده السؤال موجود معنا أصلا بيقول إيه الأكلات اللي أنا ممكن أكلها يعني المناعة أو تساعد على المناعة نتبقى أفضل لا ما تقوليش توم وبصل توم وبصل توم وبصل ممكن على السلطة على حجة سأناكل توم وبصل كده لا بأصدر معاك بس هو التوم وعندك السلطات طبعا أي حاجة فيها فيتامين سي عندك المكسرات كلها زنك زنك مهم قوي عندك الكيوي والأناناس الجوافة مصدر عالي جدا في فيتامين سي عندك الكريز كل الحاجات دي مع التوم والبصل بقى برضو توم وبصل بنلف ونرجع للتوم والبصل بس محدش يفطر بس توم عشان ميجلوش كرحة أنا وقت مجالي كوفيد من سنة قطمت بصلايا ما فيش خالص حرفت بقى يعني لا بي سي أر ولا حوفار هو رحت البصل هتضرد كل واحد لا كل واحد لي يعني أنا جات لي يمكن هو بايدا وي ده سؤال فعلا ليه كل اللي بني قدم فينا ليه أعراض مختلفة يعني عن التاني أنا أتكلم هنا عن الفيروسات تحديدا يعني نتجتها للجسم ده رجع لإيه كل واحد وبشوق الفيروس بيخش له في الحتة الضعيفة بتاعته أوكي يعني أنا لما أصبتني مثلا في التذوق والشم ده كان دي أضعف جزء ممكن أنا أصبتني في الودن للأسف يعني السمع السمع وضربات القلب يا السمع دي أنا أقول مرة أسمح أصبتني أصبتني فكرة هنا برضو أعراض الفيروسات المختلفة منها الكورونا فقدان الذاكرة لأن ناس كتيرة جدا بعد الكورونا عانت من الموضوع ده هل ده برضو رجع لمناعة أو لا ولا مالوش علاقة هو كل بني آدم وحظه هو الفيروس بكده بس أنا بقول على طول لازم طول الوقت أخذ فيتامينز يمكن أنا قصة الفيتامينز الكلام جالي من سنة يمكن ما كنتش وقتها بأخذ الفيتامينز ما كنتش فهمة قدقيل فيتامينز مهمة فمن ساعتها وانا ماشي على الفيتامينز فيتامين سي وفيتامين بي على فكرة مهمة جدا للمناعة ألف مولتي فيتامينز أنا ماشي عليه وفرق معي في مناعتي جدا 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 وفرق في الذاكرة يمكن بتشوفيني أنا هواند هنا ويمكن في قناة تانية يعني بجد دايما بتفيدين دكتور دينا والله ولسه عندنا ملفات كتير جدا في غاية الأهمية وعايز أقولك ده جزء صغير بيكون من أسئلة المشاهدين بيبقى عندنا نس كتير جدا بعتها وحابة نهيت تستشير حضرتك في مواضيع مختلفة هنحاول الفقرة الجاية والأسبوع الجاي نعمل فقرة أطول لأسئلة المشاهدين عشان يستفيدوا أكيد إن شاء الله معاك حبيبتي العوان حبيبة قلبي بشكر حضرتك جدا ويعني الفقرة التبية حقيقة تبقى من الفقرات المحببة لنا جدا في عشرة صبح في الأهلي نشوف حضرتك أسبوع جديد وعشرة صبح في الأهلي